اشتركوا في القناة دور العقاد الثالث من الفصل التشعيع السادس ستكون المسار الرئيس لإقرار مشروع قانون الميزانية العامة للدولة معربا معالي عن بلغ الشكر والامتنان لجهود سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على دعم سموه وحرصه على تعزيز تعاون المثمر وما تحقق من إنجاز وطني نوعي في مناقشة الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين مؤكدا معالي حرص وجهزية السلطة التشعيع لمناقشة مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين تحقيقا للتوجيهات الملكية السامية بما يلبي احتياجات الوطن والمواطنين من جانبه أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن توجيهات جلدة الملك المعظم تشكل القاعدة الأساسية التي يرتكز عليها مشروع قانون الميزانية العامة للدولة معربا عن الثناء والتقدير لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لما يليه سموه من اهتمام ومتابعة حفيثة لترسيخ مسارات التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشرعية والعمل بروح الفريق الواحد فريق البحرين من أجل استدامة تحقيق الأهداف الوطنية والتلموية أشهد معاليه بالجهود التي بذلتها اللجنة الوزرية لشؤون المالية والاقتصادية من أجل الانتقال من التوازن المالي إلى الاستدامة المالية في إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة مؤكدا تسخير كافة الجهود التشرعية من أجل تحقيق التوافق على المشروع من جهته أكد معالي الشخص المام الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أهمية مشروع قانون الميزانية كأحد مرتكزات تحقيق أهداف المرحلة المقبلة من التنمية والتطوير بما يدعم المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء نقل معاليه تحيات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأمنياته بالتوفيق والسداد في الاجتماعات المشتركة لمناقشة مشروع قانون الميزانية إضافة إلى توجهات سموه للفريق الحكومي بالتعاون التام مع السلطة التشريعية أشار معالي الوزير إلى أن مشروع قانون الميزانية سيركز على الحفاظ على النمو الاقتصادي الإيجابي بالتوازي مع تخيق مستهدفات التوازن المالي والعمل على موصلة خلق فرص واعدة للمواطنين وتطوير الأداء وجودة الخدمات الحكومية أكد معاليه أهمية تعزيز التعاون الوثيق بين السلطتين التنفيذية والتشرعية مشيرا إلى أن المرحلة تتطلب جهدا جماعيا من أجل الوصول إلى التوافقات لتحقيق تطلعات المواطنين خلال الاجتماع استرد الفريق الحكومي مستجداد تنفيذ برنامج التوازن المالي ومتطلبات الانتقال من مرحلة التوازن المالي إلى الاستدامة المالية إضافة إلى الخيارات بشأن الميزانية العامة للدولة ترجمة نانسي قنقر